أنا تربيت في تونس وتونس متحررة شوية عن مصر فلما حطت صورتي وأنا حامل وأقول إن أنا ابني مش أنا مسؤولة عنه وأنا مسؤولة عن القضية دي فالناس تفعلت بشكل كبير جداً تصتيت الحمل هي كانت مش ترنت كانت يعني حتى جوجل نيوز يعني كتب عنها يعني دخلت في الجوجل وكلموني ناس من ألمانيا من فرنسا من أمريكا من باريس من كل نواحي الفرق اللي كان بين الانتقادات إنه الوسط العربي ما تقبلش ده والوسط الأمريكي أو الأوروبي فرح بالفكرة جداً أنا كان قصدي من الحملة دي إن أنا أعمل شك للناس أعمل يعني أعمل يعني نحب العبيد يبديو الشوك يعني أعمل صدمة كبيرة جداً للناس عشان لو أنا حطيت صورة أي بنت تانية على الانستجرام مش هيتفعلوا معاها بس أنا بيتابعوني ناس كتير فلما حطت صورة صورتي وأنا حامل وأقول إن أنا ابني مش أنا مسؤولة عنه وأنا مسؤولة عن القضية دي فالناس تفعلت بشكل كبير جداً وكان هدفي من الموضوع ده إنه أنا 11 سنة مع الأطفال الأيتام يعني كنت في السر بروح مع عندهم باجي عندهم وكانت في حالة بنت هي مقتدرة جداً وحصل معها الموضوع فأنا بقول ليه الطفل ده يعيش أولاً القوانين القوانين بتخليه عنده النسب بس لا معندوش حقوق تانية غير النسب وساعات برضو النسب بيتكتب على الأم فكان الهدف الرئيسي بتاعي إن أنا أساند الأطفال دول اللي بدون سند أنت سألتني في موضوع ده في مصر سأقول لك في مصر لا بس لو رحت الفارس سأقول لك آه تماماً يعني في مصر أنا أنا معه نص نص يعني آه طبعاً لازم أتعرف على الشخص اللي أنا هكمل معه حياتي ده ده مستقبل ده عيال ده كأنك أنت بتعمل في شركة معينة فليه بتشوفها خسرانة من الأول وانت بتكمل فيها يعني مع أنه الناس يعني الكابلز يتعرفوا على بعضه كويس جداً مش لازم مثلاً يكونوا في بيت واحد ممكن يسافروا مع بعضه السفر ده ممكن يعرف الناس على بعضيه فلو هو بخيل مثلاً هتعرف أنه بخيل لو هو مش عارفة وهي كمان أنا بتهاجم وبتهاجم جامد جداً عشان أنا بتكلم في التبوهات اللي الناس ما تتكلمش فيها وأنا على حقيقتي يعني أنا مش بعيش حالة وبعدين قدام الكاميرا ببقى حالة تانية فأنا بقول اللي أنا حساه فلا يتقال إن أنا أنا تربيت في تونس وتونس متحررة شوية عن مصر وعقليتي فرنسية شوية فلي أتهاجم دي حرية شخصية وأنا باحترم الحريات في المحجبة باحترمها وفي المناقبة باحترمها وفي البنت اللي هي بتكون مش لابسة لابس باحترمها برضو وده واجب علي أن أنا باحترم الحريات الشخصية ما ليش فيها يعني كل واحد حر انت شفت بيبي معي شفت شيكا معي شفت شيكا معي لا طبعا أنا مكنتش حامل بس أنا خدت منسميه وإحنا ريسك خدت الريسك ده إن أنا أغامر بصورتي وغامر أنا عشت حالة صعبة جدا جدا لما نشرت الصورة وكان العالم كله بيكلمني منهم مصر يعني عايزين يعرفوا الموضوع يعني هل ده دعاية ولا دي حقيقة ولا هم عارفين إن أنا فنانة ومطرقاة يعني ممكن أتحمل مسؤولية البيبي ده وأنا مع إن كل حد يتحمل فعلا لو هو قادر إن هو يجيب بيبي أيا كانت الظروف يتحمل مسؤولية ده فيه في ناس متجوزين وأنا شايفة إن هما ما يقدروش يخلفهم عشان ما يتحملوش المسؤولية دي يعني بس الفترة دي كانت صعبة جدا جدا أنا لما خارجت في الانتريو عشان أتكلم كان كأنه رئيس كمهورية خارج يدي خطاب للناس عشان يقول لهم إيه أيا موسيقى بان خارجًا